مجموع المشاريع لحيث سوف تفك العزلة بصفات نهائية عن هذه الولاية العزيزة على قلوبنا وسوف نعمل على توصيل المياه وعلى ضمان طبعا توفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي كذلك مياه الري بالنسبة لهذه الولاية ففك العزلة وتوفير هذه المادة الحساسة هي أول من أولويات الأهداف بالنسبة للدولة ثم هناك قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية إن كان قطاع السياحة وقطاع الفلاحة والتنمية الريفية قطاع الثقافة قطاع التعليم العالي قطاع التربية قطاع الداخلية كذلك هناك قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية من أجل إعطاء هذا البعث النهضوي لهذه الولاية الفتية خاصة قطاع البيئة والطاقات المتجددة قطاع الطاقة والمناجم كذلك ولو أنه عرف يعني التقدم وتقدم جد ملموس على مستوى الولاية ولكن هناك سجلت مشاريع على مستوى قطاع الطاقة والمناجم إذن هناك 17 قطاع وزاري استفاد من أغلفة وأضرفة مالية وميزاناتية من أجل تحقيق هذا النمو وتجسيد هذا النمو المرجو بالنسبة لهذه الولاية كما أراده السيد الرئيس الجمهوري في برنامجه وفي التزاماته ونعمل نحن كحكومة على تجسيده مع السلطات المحلية للولاية وقد وضعنا في انتهاء الاجتماع الحكومة ورقة طريق لمتابعة صارمة لكل المشاريع التي سجلت وسوف تجسد إن شاء الله في مدى لا يتجاوز 36 شهر